السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا في حلقة اليوم اليوم يا جماعة الخير سوينا شوية تعديلات بسيطة مثل ما تشوفون هاي منطقة كاملة ديدة في جسر يديد في ممرات يديدة في شوارع يديدة وفي بحيرة صغيرة طلعت وكتفكر سويها نهر لكن غيرت الرأي هالمنطقة بتكون منطقة الملاعب بشكل المدينة للحين جيد جدا عنا فراغات نعبيها لكن عادي جدا لكن بشكل عام اهى بعتوا من الليل خلاص ان كنت الليل انا اخبركم يعني لكن بشكل عام المدينة اللي جيدة جيدة في ناس قالوا ما تشوفوا هذه المدينة ولا هذه العمارة ولا هذا المكان النهار وهذا هو رأية النهار والحين عندنا هذه المنطقة والبحير ريابة العيد اساسا انزيل الحين الشيء التالي اللي نبقى نسويه نحن ملاعب اهنية عندنا الملاعب راح تكون شوي اندفيدول يعني صحيحنا بدناها بشوارع كبيرة وخطوط عامة لانا نحن بنسوي ملعب دولي ملعب كاس عالم وبيكون شوي مختلف عن باقي اه لمواكن مثل ما تقول صبر اول شي خلنا ان اصلا الشارع نحن حطينا في منحدرات والارض راح تكون نفسها سيدة في في ترتيب عندي ولا في خطة في راسي حق شكل معين لملاعب ولكن مش متأكد اني راح انفذها نفس ما هي بس خلنا نشوف شو يطلع معي لانا الحين اذا طلع شي زين او زين اذا طلع شي مبزين الله يعين اذا زين محد بيتكلم مبزين مصيب اتشوف ايها تكون اصغر افضل ان الطريقة يظن يتكفي بحيارة بحيارة حلوة زين بما ان الشارع الاحين سيدة لبنطلع مكان الى الملعب الاساسي زين احنا الملاعب بتكون من الاشياء اللي تزعل بعض الناس اللي فيها وايد باركنات بس نحنا نتكلم عن ملاعب واستادات دولية يعني هذا استاد هذا استاد دولي اللي هو بيكون فيه نص المكان والاستاد الدولي يعني لابد لابد يكون فيه شو اه لحظة بنمد المنطقة السياحية لابد يكون فيه باركنات لانا كيف انت في ملعب وما في باركنات ضخمة لانا بتسوي مباريات ضخمة صحيح فلابد يكون فيها باركنات ضخمة هاي تابع للجامعة ولكن هني ما راح يكون تابع للجامعة خلونا بس نمد الماية للمنطقة هاي شي اللي انسى دايما يعني الحساس اني بسويه قبل وما بضيع الوقت هني امد الماية لكن انتهي وينتهي معايا الوقت اني انا شو امد الماية للمكان كله خلونا نمد الماية هني ماية هني ماية هني والكهرباء بنحطيها في الشارع كنا اتصور اه نفس الترتيب الاولي اشوفي يعني الحين شوي 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 بسوي الزحف في المنطقة المنطقة راح تكون عبارة عن جموعة اشياء فيها نزيل الشي الاول جنب الفنادقان شي تشوفه الحين ترند ان الملعب بنفسه يكون في فندق او شي من هرقبي اللحظة خلنا نشوف بالطريقة هذي تقريبا اهني بالطريقة هاي فيه شارع عند الملعب هذا الشارع انا اشوف الحين لان شو المشكلة حين ستوه مش سيدة خلنا نشوف ايوه الحين اهني انا شفت مثل ما تقوله الترند اللي جيد هذا يكون عبارة عن فندق كبير انا نحن مثل في بوضبي نادي الجزيرة في فنادق نادي الوحدة في مول وفندق فالحين هذا نوع من انواع التقليد مش التقليد نقول او محاكاة للحياة الواقعية بحيث ان الملعب صارت عبارة عن مجموعة بيزنزات يعني مش مستوه مجرد شو الا نوصل كهربا طريقة ايوكي ما شاء الله يطل في كان في حركة سياراته اوكي مش غلط صراحة الاشياء الثانية الاشياء الثانية حول الملعب وله هذي المنطقة راح تكون مواقف مواقف اه تتكلمون عن مواقف الى نادي دول يليت احنا اقدر سيوليك سيلكت هروني هالاشياء بس كنت سيولها من طاف الى حد ماين انزلين هذا اول فندق طالع عندنا وكتا هوتيل الثاني اه اشياء اللي ما يحبوا ويدين باركنكز وباركنكز والكثير من الباركنكز نتكلم عن ملعب مجموعة ملاعب نتكلم عن نظام مواصلات خاص في المنطقة اوكي نتكلم عن شارع لازم محيط احاطي في المكان فنتكلم عن هني نحن نشوف باركنكز وطن من الباركنكز مش كمية عادية نقدر نسوي مدخل باركنكز لداخل بس من هني تقريبا نقدر نسوي مدخل باركنكز بطريقة هاي ويطلع هني وننيب الباركنك نفسه واحد ثانين ثلاثة في عندي هني جزئية تعبونة عني هذي استبدلها الباركنكز الاكبر شوفوا هذي كلها لا ما استبدلها باركنك بار خلني اشيلها ما عيبتني صراحة حاول نعصر ثنينة في نفس المكان ويكون مش حلو كيف بنسوي بنمسك باقي الباركنات اللي هي اهني شوفوها بني بالكيبورد ثق السهم لفوق حبة حبتين ثلاثة شار يمين حاولا نضبط القياس طريقة هذي انزيل الحين هاي شو يكون بينهم هاي لازم نكسرهم الكل نقطة وصل هذي باركنات كل نقطة وصل هذي باركنات اوكي هذا الوضع الحالي عندي هني في المنطقة هاي بتكون جنب الاستاذ الدولي انزيل اربعة في اثنين ولا ثمانية في اثنين وايد اربعة في اثنين وبنبدأ على هذا الموال نسوي لهم باش في مشكلة في الباركنات لحظة ولا لا اوكي هذا نفس الشي لا هذا يركب ثمانية في اثنين مفروض كلهم على ون بوينت ولا لا اه لا مشكلهم على ون بوينت صح 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 باك غير اذا كنا على ون بوينت في الوسط بالضبط كنا يعني من النود بالاحرى كان بيطلع غير تماما انزيل اه في ناس عارف اه باركنات وما العبد والي لاحد يقول لي ليش وما ليش طريقة هذي عساس نختصر ما احب اقضي وما كلا اسوي شي واحد ولكن في اوقات لازم نبدأ نرتب اشكال تماكن بشكل جدي ونحن نطيح من فترة في حركة يديدة تذكرونها لحظة صبر اول شي هاي 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 من هذا عسى بيعتدل باركن هذا الباركن نفسه اذا نقدر نسوي لسلكت حلو بس نقدر نسوي لسلكت عساسي عدل من نفس اسوي هذا كوبي هايت نفس هذا ولكن ايه مه لا اوكي نزيل الحين بني بالبرش نسوي الحركة السحرية موالنا اليديدة اللي هي بين البركنات هاي كلها عبارة عن رمل اه طبعا مش هاي لا اوكي بين هالأماكن كلها طريقة هذي وني بلنا شير ثلاث وني بلنا شير موالنا وين الشير السحري يا جمعة الخير بني بالشير السحري هذا طريقة هذي دوي لنا باركنة تشوفوا يا سلام 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 دوي انا اتصنع بنفس انا انا ولا رابطي انا به اجل من اليوم يا الله شي خطير الصراحة خلنا نشوف المترو المترو بهذا الصدد ولا بهذا الخصوص الحين لأن الحين عنا شارع واحد صبر ما سوينا أي وصلات شوارع بيكون في وصلات شوارع ثاني مثلا خلنا ننب نبهني نبهني نسوي منحنة ضخم بالطريقة هذه حول الملعب وهذا المنحنة الطريقة هاي يكون شارع السيدة نزيل نسوي لنا دوار يحب ذا الدوار هذا يكون بعد يرخله نكمل ثيم الملعب بالحلول الجميلة عندنا نزيل نحن سوينا أكثر من مدخل مخرج لكن بعدهم بيتزحموا شوي هني وهناك نزيل هير شو تقصته ما شاء الله ما شاء الله شوفوا الزحمة شوفوا شوفوا الزحمة ما شاء الله هزين هذا معناه مفروض نحطي لنا مترو مترو نقدر نحطي هذا هني بس خلنا نشوف هناك عندنا نقدر نحطي مترو مترو بس مشكلة أنا ما شويت فراغات بما فيها الكفاية أنا هذي المساعد الصوت يمار السماع راح يقتلني نزيل عندنا شي ثاني سنكن بلاتفورم المشكلة كان في واحد جميل جميل هذا بس ضخم جدا وما أحس أنه يستاهل أحطي حق الملعب بحد ذاته مكان حقه بروحه ولا أقدر أحطيه هني مثلا نقدر نمدلع مترو لفوق للمطار فوق الشارع خلنا نسويه خلنا نسويه خلنا نسويه بس مش هني خلنا نسوي المترو هني والملاعب الصغيرة هني هلي الملاعب الصغيرة أيوا بيكون في ملاعب صغيرة شوفوا هذا مش مفرض يكون تحت عيب والله عيب يا أخي هذا جميل بس ترتيبه متعب يعني أني أسويه هذا بترتيب معين متعب جدا نسويه خلوني هذا براية هذا بنمد شارع الأول من هني إلى هني إلى هني لا ما بأه خلنا نبهجوه أحاول أحصر شي يناسب الناس وفي نفس الوقت يناسب اللي أنا أبو أسويه لأنه سنكن هذا فوق استعملناه في المطار وما بيركب وائد هنا مثلا الحين المترو بلازا أنا أسرى ما بأه المترو بلازا ممكن هذا هذا جدا ممكن المترو بلازا هذا بس بعد المترو بلازا أنا ما بأشيه فوق المترو بلازا هذا يعني في ضخامة ممكن نحتاجها أولا المترو بلازا يمكن حاليا بالنسبة للمكان يكون أفضل أبشن معناه المترو بلازا بيكون مش على الشارع هذا لا المترو بلازا لازم المدلة شارع يفوق حسين خلنا نجوي هذا هذا البوينت سنوب بوينت ها بيسوي لنا مشاكله خلنا نجل أوكي أتفي بالطريقة هادي هذا هنين ما ظني بيسوي مكانة صليون أفضل أني أغير صراحة هذا ضخم بزيارة ضخم بزيادة وايد فخلوني اعطي واحد من هايل دول ايلاند بيقعد هني لا بيكون طريقة هادي بيكون طريقة هادي اوكي بالباركنات بالنيبة طب جنب الباركن داخل الباركن طريقة هادي اوكي اساس الناس التي من المترو اللي تحت نزيل بنسوي وصلها اساسية بس حق الزحمة نزيل اللي هي توصلها من خلينا نشوف هادي وصله وهادي وصله اول شارع من هني الى يقدر يوصل مطار ما يقدر يوصل مدينة ما يقدر هذا موصول لون هااا ها الموضوع الثاني الحين ها موضوع صعب زين المطار ما يوسع هذا خلوني تشوف الكنيكشن على ما اظني وصله بكبرها غلط موسيقى 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 بسيط هذا المكان. نعطي لأول شيء ممشى. فلنحطي ممشى في المكان. الناس تمشي لأن هذا حول مترو يعني الناس بتمشي. وعندنا ممشى للمترو. هذا. حطي. في المترو شير. فنحافظ عثيم اللي على جنبه وعلى معظم المدينة نفس التين تقريبا. طريقة هي شيء بسيط يعني. ما ببالغ في الأمور. الناس بطريقة هي تعيش لا تأتي المترو بستانسة. طريقة هي. هذا شيء بسيط يعني أن الناس تقدر تأخذ لها الدرب ثاني الحين. في مقابل لهذا من جانب الآخر. نبقى أني بشارع ثاني من هنا. الشارع هذا بيكون هذا التخاطع لين هنا. الطريقة هي. الشارع هذا الحين لازم نحسبه بطريقة شوي مختلفة. واحد. كنيب. هنا. هاي. ملاعب صغيرة شوفوا. هذا ملاعب ضخم. هذا ستيديوم. أنا ما بلأ ستيديوم نفسه. هذا الملعب. شوفوا. ملعب جانبي جنب لشو. ملاعب جانبية. الملاعب الجانبية هاي. بنسوي عندها نوع القوف والالتفاف. لين وراء. بنحطي ملعب ثاني. بنحطي شارع. هاي ملاعب التدريب. يوم يستوي عندنا كاس عالم يستوي عندنا فيفا. يوم يستوي عندنا شي. آآ. الناس التي تتمرن في وايد فرقة تكون. محتاجين ميادين تدريب. ميادين تدريب ما لهم هذي. لأن هالناس. محتاجين دائما يكونون في لياقة. عادية مثل. ما تعرفون انتم مشار عليكم. ما تعرفون في كاس العالم أكثر مني بمراحل يعني. نزيل. والحين. نحطي واحد ثاني بالعكس. آآ. أظنني بحتاج مسافة أطول. ولكن. مو مشكلة. نبه ست ملاعب. أنا حاط في بالي. أوكي. ست ملاعب هذي كيف تكون مرتبة. تحضب الطريق. شخص يحضر. هاي الشوارع الحينة حق ملاعب التدريب ولا ملاعب اوف سيزن او قوس النوادي وهي الامور ولا عندهم نادي ناشئين دخيرك حبة ايوه ولا نادي الناشئين بيكونون كلهم يتمرنون في المنطقة اللي هي اللي شوفونها جدامكم هذي هذا الحين ميدان تدريب كاس العالم نزين جدام ميدان تدريب كاس العالم خلي الناس تقدر تروح وتردع المنوء على الباركن الموجود خلينا نسوي الى أبقريد الى الشارع حشش نزين خلينا نفكر لان الحين هذا منظر اوكي منظر جيد صراحة ما حدي عن طريق هذا اوكي المنظر الثاني اللي انا ادور عليهم مش الى هذا هني شارع يمكن يبقى لتغييره لان الزحمة غير طبيعية صراحة في المكان زحمة 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 خرافية جدا بس بس هذي ترا في نهاية اليوم بس ملعب الاستاذ الاساسي استيديوم الاساسي صراحة الفنادق اللي جنبه صراحة مش غلط ابدا تشوفون هي كفكرة يعني عرفته هم الحين شو نبه نسوي نبه نسوي البقعة اللي خلفية اللي هني هاي بيوت مش معقولة كل الناس التيم من اخر الدنيا للمنطقاء هاي حلو البيوت اللي هني ثيمها كله رياضي بيوت خلق وشي نمشي البيوت من جدام هني بالطريقة هاي بنحتاج مجموعة بيوت مجموعة البيوت هاي لازم خلاص انتوا تساكنين الناس تشتغل كلها في استيديوم اللي يلعبون ولا استيديوم اللي فيه كاس العالم فمش من الطبيعي انه يكون شو ما يلعبون كورة صح؟ فبالتالي هني اللي بنحتاج فيه تعالوا خلناخذ البرش الملاعب فيه ملاعب صغيرة فيه ملاعب فيه نوع ملاعب بلا ما نزلت ملاعب صراحة وغلطان مفروض أنزل أشياء أكثر نزل نسوي مش هالي لعفوا ملاعب ملاعب اللي دايما نلعب فيه هنا ونسيت أي تاب يا الله يا كريم هذا يوم تحاول تتذكر شي نفس الرغم اللي تدور عليه ما تحصل عرفته كان في مكان دايما نحط دايما نستعمل أربع استعمل الحين يوم أحاول أتذكرها مش قادر أتذكرها ننزل إذا بهذه الطريقة بنحطي لهم ملاعب صغيرة في الزاوية واحد اتنين ثلاث اربع بنحطي لهم نادي استحري في الزاوية أوكي هاي البعض يستاهلون يستحقون نادي الناس الساكنة هنا بنحطي مجموعة بيوت بيوت كلها صغار ما في بيوت صغر أم لها البيوت نسوي بالطريقة هذي نحطي تحت على اليسار مول هذي البعض ساكنين هني لا بنحطي هني هاي ساكنين هني هاي اللي بيستحقون مدرسة تعليمية خلا نمد الشارع هذا شوي نحطي مدرسة تدائية للمنطقة هذي شوي حبة يمين بس أحسن من هي بالعيدة هذا شوي يمكن لازم نحتاج نحرك ونحطي مدرسة ثانوية للمنطقة المدرسة ثانوية ممكن تكون بعد بالطريقة هذي نزيل المنطقة اللي جدام الحين شوفو فيها ترى المنطقة مش صغيرة نحطي بيوت هني بالطريقة هذي في الوسط بنحطي مرات اللي قاعدة نحطيها حق نوادي نفسهم مع شير بالطريقة هاي في نص المنطقة خلنا نختصر عليهم طريق المشي السمز والسكانوية اللي يحبون يمشون إذا نعطيهم مجال للمشي وآخر شيء هني عساساً يدخلون نوادي نحطي لهم معبر خطوط مشا بالطريقة هذي هاي منطقة الناس اللي بتسكن بتشتغل في الإدارة هذي هذي المكان أو بنطلع مكان هني بالأحرى بنطلع من بعد شارع حشيش بالطريقة هذي بنسوي في مجموعة أشياء أول شيء مركز شرطة آآ في تغطية شرطة هني أظن تغطية شرطة بس بنحطي مركز شرطة ضخم بنحطي آآ مطافي بعد أنا سوفي بنحطي مطافي الطريقة هذي هذي بنحطي هني المستشفى اللي والمستشفى الصراحة مفروض ما نحتاج المستشفيات بنانا على المنطقة القديمة ولكن مش غلط أبدا نزيل حلو هذي بخصوص هاي المنطقة فهاي المنطقة بعد بيسكنون مجموعة الناس جنب الشرطة وجنب هذا ثم بالأمان وهذا عرفتوا نسوي لهم أهني مكان للمعيشة ونسوي لهم مكان أهني للمعيشة خليهم يزحمون خدمات هذي لأنهم عايشين بالمنطقة والناس سيخدمون بالمنطقة خدمة كبيرة جدا هم اللي راح يشلون الوظايف اللي موجودة هني ونحن نحتاج الناس تسكن بالمكان هذا فعليا ننزيل تحت من هني تكلمون عن افنيو ولا تتكلمون عن المكان أنا سأقولكم هذا يصرح لكاس العالم تعرفون شي أنا كاس العالم يعني لازم يكون فيه وائد خدمات المكان لازم يكون رائع جدا جدا الهني راح يكون المول طبعا صوب الثاني هني اللي بيون عندنا اول شي مجموعة اللي هني بتكون هاي شركات السبونسر فلو والشغلات الثانية هني العماير الضخمة حق الفنادق هاي بخليها فاضية نزيل خلي بينهم بشير بس حق الراحة النفسية نزيل في ليستوي التالي فهذه راح تكون بعد مجموعة فنادق اهني بطريقة هالي هذي بخصوص المنطقات تجاريا حلو هني في الوسط ينفع حطيه صراحة انقطار وشوية اشياء ثانية بيكون رائع جدا لان ليش الناس اللي هني لاند فاليو مال هم ترى مش طبيعي شوفوا شوفوا والله كل المكان مدينة وكبرها خضرة واو 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 صراحة واو خلاص يعني الفاليو مال المدن ترى ستوي شيء اخرى في هذا المكان اللي أنا مخلنا فاضي من الصبح صح راح يكون في شغرتين اول شي طلع منه شارع خلو هذا المكان راح يتحول لدوار خلنا نشل هذا الستي فيتلز ونسوي ثري وي هايوي ولا ثريلين هايوي والنيب التول مالنا السحري التمب هذا وانشلا وندب كنترول ايه ونفس الشي بالنسبة لهذا الدوار محتاجين شوي ترتيبات نزين اللي في الوسط الهني يا أصدقائي هني راح أسوي حديقة ولا يلسى على بحيرة حلو جنبه بالضبط اللي هو هني ابا مول من المولات محتاج مول محتاج واحد من المولات ممكن نسوي شي ثاني نبني واحد من الصروح اللي نقدر نبنيها يعني نحنا كنا ماشينا على المنيمن صح تذكرون نحنا آخر شي وصلنا له اللي هو الكتدرائية والكتدرال والواتفراتس كنا ماشينا على مشروع ايذن وطلعناه صح بس في شي ثاني كان مول السياحة يا الله يا سأنسى اسمه على طول ولا تدقون طلعت الثانين في ميديكال سنتر بعد نقدر نطلع بس ما يحتاج زي خلاص طلعناه ولا تدقون يا لسأنسى أنا صراحة أول شي أبقى أحطي هذا شوفون هذا المكان هذا راح يكون يلسى على البحر فقط في ممراتي أنا خفيفة وخلاص كان الله غفورا رحيم مع عادة ذلك أنا أبقى واحد مول مول عندي مول فاضي يليت عندي مول فاضي والله أبقى أني حطينا كل المولات نحن ونحن نسوي كريات للمدينة صدقون اوه الاندر سنتر مول در سنتر لازم يكون نسيب المستشفى أبقى لما كان بروحه هني بسوي له ولا هني بسوي له يلسى خاصة أنا والله ممكن نسويه هني وجنبه رعاية بالأطفال ونحطي بينهم مر طريقة هذي مثل ما قلت الكم بيغطي مجموعة خدمات ورا بنسوي شوي شير ما شير نزيل لأنه بدون خدمات ما رح يطلع الأشياء عادلة نزيل أبقى أحطي والله تعرفون وضع استوى صعب القرار في وخلي هالمنطقة بحق بعدين لأن الحين قاعد أقرر أنا وايد أشياء في نفس الوقت بحاول ما أقرر وايد أشياء في نفس نزيل المواصلات الثانية نبه بساطة في المكان أول شيء بحطة البساط كخدمات بتكون وراء هني وراء الملاعب أو مكان يعني تبرمي بيان وايد سوفوا الحين إذا ما في شرطة فأنتو عندكم مشكلة يعني شرطة هذي عندها مشكلة ما قاعد تستعمل سياراتها أنا مش مشكلة فراحتا وما في الزحمة اللي تقولون ممكن أن نتخرب عليكم الشرطة فراحتا نزيل نبه نسوي لفة باص داخل المنطقة لفة رقم واحد توقف هنا ثانين توقف عند شعب اللي هنا ثلاثة توصلهم دواماتهم هنا دوامات هنا وترجع مرة ثانية تدخل هنا هذا بخصوص لفة الباصات اللي راح نشوفها في المدينة يليتي شرطيون crime rate is high مع أننا عنا مركز شرطة ضخم جدا زين الحلوة شوفوا كل ملعب له لون زاوية مختلف ترا على فكرة هذا بيكون البيسيك الفيديو القادم راح يكون عن أغلب شو بسوي هنا المشروع لأن هالمشروع راح يطول شوي بيكون في شوية تفاصيل يعني بس وهني بيكون عندنا امتداد للمدينة السكانية يعني خلي نسوي هذا خطة نهاية المنطقة مدينة السكانية يمكن أنزل أنا بنزل لنا مودل demand and supply عسب أخلي في طلب دايم على اسمه الناس والسكان على اساس دايما نبني هذا الشيء يمكن يوصلنا أعداد كبيرة من الناس يعني في المنطقة ممكن نوصل يعني 300-400 ألف ساكن ما تهرفون السلسلة عاليا مش محصلة صراحة الدعم الضخم ولكن الناس اللي طالحها تسوينها تتكمل شوفوا الطريقة هذه وبيهني بحطي البيوت البيوت كلها راح تكون بيوت أرطي إلى أهني ما بحطي تكون البيوت كلها صغيرة ما بتكون فيه عماير خصوص الطلب على الناس ليش ما نحتاج صراحة هنا بيكون في حاجز سجاري على غلب ولا شيء من هالخبيل وراح نسوي هنا أفكر أحطي ترين ليس إنو لمحطة خطرات بس ما بيستي مكان وإذا حطيت راح تستي خربطة شوي بيمكن ما أحطي أصلا محطة اختارات ما بشي فوق الشارع بالنسبة هالمكان هالمكان أوكي ناسب الثيم سياحي إن يكون عندي فوق الشارع شو محطات أو تكك فوق الشارع بس بس والله هذا المكان جميل طلع هذا المكان يبالهم تزيين كلهم صراحة ف فحاليا حاليا هذا المشروع ما اليوم تجهيز كاس العالم فنشوفكم شكرا في الخالق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا في القناة